حدثنا الرياضي واللقاء المرتقب ما بين مصر والكونغو الحد اللي جاي والحقيقة الكونغو هو المنتخب الوحيد اللي تغلع جنبنا بنفس الموضوع لا هم ما فازوا ولا خسروا تعادل زي مصر صعدوا بنفس الطريقة تقريبا لدور 16 دون تحقيق اي فوز او هزيمة خلينا اقولكو كمان انه خلاص يعني دور 16 اللي هيقصر لقدر الله مع السلام حيودع البطولة بعض الشر علينا فعشان كده عايزين نتكلم مع حضرتكم عن يعني كتالوج المباراة اللي جاية وازاي ممكن نعدي من المباراة اللي جاية حنتكلم مع ناقد الرياضي محمد الحاوي مساء الخير عليك يا محمد وازاي شايف المباراة اللي جاية ما بين مصر والكونغو الديمقراطية مساء الخير عليك يا عزيزة الاول ومعرفت الواقع في تهول معادي اللي دا يقبل مصر مصر يعني خد بقى عزل جميل بكل تأكيد البقاء لله محمد أنا بسمعك بصعوبة فلو يبقى الصوت أوضح كاس الأمم الأفريقية ودور الستاشر ومباراة مصر والكونغو الديمقراطية الحد اللي جاي وخلينا أقول لكم إنه المنتخبين اتقابلوا تقريبا 12 مباراة قبل كده منهم 8 مباراة رسمية و4 مباراة ودية الفراعنا فايزوا فيه 8 مباراة وخسروا مباراة واحدة والتعادل كان فيه 3 مباراة وده قبل اللقاء إن شاء الله اللي جاي يوم الحد فيه بطولة كاس الأمم الأفريقية كوتفوار 20-23 ونتكلم بقى عن إيه اللي هيحصل بقى مسألة مشاركة إمام عشور بعد إصابته بارتجاك في المخ وقاله إن الموضم ده ممكن ياخد خمس ست أيام في ناس بتتكلم عن استطاعت مشاركته إيه اللي ممكن يحصل مرة وانا عطيه أدقه مع فيتوريا والكلام الكتير اللي حصل عليه ومسألة عدم إشراكه من البداية أصلا مع المنتخب خلينا نتكلم كده ونرجع لناقض رياضي محمد الحاوي اللي رجع لنا تاني على التليفون محمد مساء الخير عليك طبعا لو كان فيه مشكلة في الشبكة وخلاص فاضر احنا كده سمعينك يعني احنا تلقينا ست أهداف في تلات مباريات أعتقد السعود كان بالعافية فيعني وضعينا إيه في المباراة اللي جاية ويعني ممكن لأنه كلنا قدنا على قلبنا بقى خلاص دورة 16 لو لا قدر الله خسرنا احنا برا قلعي خلى المباراة أصعب شوية يعني خلاص كده تقول عن المنتخب مصر عنه في القول التاني منتخب الكونغو خطرته واصنعطته أنه منتخب جماعي بيعتمد بشكل كبير أنه إزاي خطرت المنافس من العمق ومن العطفة منتخب الكونغو ده خطرته في إيه؟ مين اللي عيب الجمدة اللي عندهم؟ يعني شكل الأدائي المفروض يكون لمنتخبنا عمل إزاي؟ محمد أنت سمعني؟ نص اه اتفضل أنا للأسف بسمعك بصعوبة برضو يا محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا ناقر الرياضي محمد الحوي شكرا جزيلا طبعا كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله في المباراة لحد اللي جاي نشوف أداء مختلف يليق بدور الستاشر نشوف كمان نتمنى إن احنا نشوف إمام عشور يشارك بإذن الله في البطولة نتمنى له السلامة قبل أي شيء